هنشوي بقى النهاردة وهندخن وهتبقى ليلتنا عسل السلام عليكم أهلا بيكم هنعمل النهاردة كفتة الحاتف البيت هقولكم سر هيخليها عمرها ما هتنزل مننا من الشيش ولو ما عندنا الشواية هنعملها بأفضل طريقة تسوية في الفرن ولا أجدع شواية فحم وهتطلع طرية جدا وتحفة خليكم معايا لآخر الفيديو أول حاجة هتكلم على نوع اللحمة لأن ده اللي هيفرق جدا في الكفتة ناس كتير قالوا لازم اللحمة تبقى مفرومة نعمة قوي وناس قالت لازم تبقى خشنة إنما الأصح وعن تجربة لو فرمناها نصها ناعم ونصها خشن وقلبناها على بعض وضفنا على كل 3-4 كيلو لحمة وربع كيلو دهن هو ده اللي هيفرق جدا في حلوتها ويا حبزة لو اللحمة دي نصها ضاني ونصها بلدي حاجة هتبقى تحفة وتوابلها بسيطة خالص هنحتاج لها شوية ملح وشوية فلفل اسود والبهارات عبارة عن زرة صغيرة قوي قوي قرفة وحوالي ربع معلقة السبع بهارات أنا عارفة إن الكفتة مش بنحتاج لها أي بهارات خالص بس شوية صغيرين خالص دول بيعززوا الطعم ويبخليها زي العسل وده التوابل اللي بنشتريها من بره بتاعت الكفتة أنا مش هستخدمها النهاردة عشان اللي مش عنده بس بحب أوريها للناس اللي بتحب الإضافات الزيادة هناخد معلقة صغيرة على كمية الكيلو دي هتخليها برد وطعمها كويس جدا بس أنا مش هستخدمها النهاردة وزر صغيرة خالص جسط طيب وهنفر معلقة دي إن شوية بقدون الصغيرين حوالي معلقتين كبركدة على الكيلو ومحتاجين بصلة كبيرة وبصلة صغيرة أو لو البصل الكبير أوي هي كفاية بصلة واحدة بس مش هنقطر في الكباب علشان نحس الطعم اللحمة وده سر من بتوع الكباب إن إحنا على الكيلو هنستعمل لهم الرغيف العيش الفينو ده أو لو عندنا أي عيش قديم مثلا القطع دي عندي قديمة ونشفة خالص باخدها الطحة كده وحطها في مية ونبلها دلوقتي هنقول هنعمل فيها إيه أول حاجة هنجيب البصل ونبشره ناعم قوي ويفضل نعمله بالمبشرة عشان يبقى ناعم هنجيب له شوية ملح ونركنه على جنب ونحطه عليه في مصفة كده وبعد عشر دقائق ناخده نصف المية اللي فيه كلها المية دي مش هنرميها هنستعملها دلوقتي وإحنا بنعمل الكباب وهنصف كل المية اللي في البصل وهنستخدم البصل تفل بس بدون مية عشان الكباب مايفكش معنا أول حاجة بسم الله هنجيب اللحمة ونحط عليها البصل اللي احنا عصرناه كويس وشوية الفلفل اسود وحبة الملح وشوية البهرات بتاعتنا الصغيرين قوي وشوية البقدونس وعليهم شعرة جسط الطيب بنعملها صبحة كده علشان تدي ريحة فرش تبقى راحتها حلوة وهنعصر العيش اللي احنا سبناها حوالي خمس دقائق أو عشر دقائق نعصره كويس جدا من المية ما نسيبش فيه مية ونضيفه على اللحمة ونقلب كل المكونات دي مع بعض هنقلب بقى كويس جدا مش هنخاف لإن احنا قلنا إن اللحمة لو هي مش نعمة قوي ولا هي خشنة قوي مش هنخاف إن احنا نقلب جامد واللحمة تطرى قوي وبعدين تبقى جامدة معانا على الشيش اللحمة هتبقى هشة جدا ودلوقتي هتشوفوا النتيجة معايا هغطيها وحطها بقى في التلاجة ويحبزة لو ركنناها من بالليل لو مستعجلين يبقى أقل حاجة خالص 3-4 ساعات علشان تشرب من كل التدبيلة اللي حطناها وطبعا اللي عارف الكفتة عارف إن احنا ما ينفعش ناكل كفتة الحاتي من غير صوس الطحينة هنجيب الطحينة ونحط عليها شوية مياه سخنين وشوية خل أهم حاجة شوية المياه السخنين المياه السخنة ما بتخليها اشتكتل كده أول ما بنجي نقلبها بتبقى نعمة جدا وبتساعدنا إن احنا ما نتعبش فيها وإحنا بنقلبها شايفين عاملة إزاي لإننا حطط لها شوية مياه ضفيين كل ما نعوز لها شوية مياه نحط لها لغاية ما تبقى عندنا خفيفة كده مش تقيلة قوي هنحط لها شعرة كمون صغيرة وعليها فصين طوم وعليها شوية شطة للي عايزها سبيسي هنقلب الحاجات دي بقى على بعضها وما تنسوش إن احنا لسه ما حطناش الملح هنحط شوية ملح صغيرين وفيه ناس بتحط لها لمون اللي حابب اللي مش حابب يبقى كده خلاصة حينها خلصت ودي اللحمة بعد ما قاعدت ليلة كاملة في التلاجة هقولك على تركاز غيرها كده ربع معلقة بيكين بودر على الكيلو أنا صراحة طول عمري بعمل الكباب ده فمنتال جمال وحلو جدا جدا بس لما ضفت ده اداله جمال أكتر وخليه هاشش كده ومتمسك في بعضه عشان ما تنسوش إن احنا حطن لها العيش المبلول بس اللي حابب يحطه يضيفه يضيفه اللي مش حابب هيستغنى عنه وبيطلع جميل جدا برضه وبالنسبة للناس اللي هتشوي على الفحم هوريك نوع السيخ اللي هستعمله النهاردة وده من أفضل الاسياخ للعمال الكفتة دي من النوع اللي هو المدور وده ميت البصل اللي أنا قلتلكو عليها لما احنا عصرنا البصل المية دي تبقت فيه ناس بيحطوهم شوية طماطم وشوية سكر يعني فيه بيضيفه لهم إضافات بس هو مية البصل بتغني وبتدي طعم مسكر جدا لوش اللحمة وبتديها لون حلوة قوي على الفحم هنكبت بقى طريقة الناس المحترفة بتاعة المطاعم أنا على قد معرفته كده فهوريكم اللي أنا هقدر أعمله بنتك عليها كده بصابعنا وأهم حاجة علشان الشيش ما يقعش مننا البوز بتاعه من فوق ومن تحت لازم نقفل عليها كويس حركات اللي بعملها بصابع دي بتاعة زي الناس اللي بتعمل في المطاعم والمحلات عشان تديه شكل حلو كده بس مش مشكلة الحركات دي بس أهم حاجة فيها إن احنا البوز بتاع السيخ من فوق ومن تحت لازم نتكى عليه خالص ونأمن عليه إنه ما يسقطش مننا في الشوية وبالنسبة للناس اللي معندها الشوية فحم هنجيب اللي السيخ الخشبية دي وهنبلها في مياه علشان ما تتحرقش مننا في الفرن حوالي ييجي ساعة وبعد ما يمر عليها ساعة هناخدها النشفة كويس جدا علشان لما نيجي نكبب عليها الكفتة ما تقعش مننا واللي ما عندوش السيخ الخشبية دي خالص هجيب إيد معلقة خشب رفيعة ونشيش عليها برضو اللحمة ونرصها في الصينية بالطريقة اللي هوريهاركو دلوقتي أنا حطيت سيخين جمع بعض علشان اللي السيخ دي عندي رفيعة فعشان يبقى قلب الكفتة من جوة كده مفرغ ويخش في السوة ويستوى معايا بسرعة هنصبحها بنفس الطريقة برضو اللي عملناها باللسيخ التانية ونتأكد من اللي اطراف بتاعتها من فوق ومن تحت إن هي متأفلة ونعمل بقى شوية الحركات الفضيعة اللي احنا بنعملها على وش الكفتية دي وبعد كده نرصها على السلكة اللي عندنا هوريكو دلوقتي احنا ممكن نرصها ازاي بطريقتين جبت صانية وغلفتها كويس بورق فويل علشان ما تبص مني ودي الشبكة اللي انا هرص عليها للسياخ بتاعت الكفتة اللي ما عندوش الشبكة دي ممكن نستغنى عنها ونجيب العيدان الخشبية دي ونرصها بالعرض كده وبعد كده نجيب اللي الشياش اللي احنا هنشيشها ونحطها عكسها الناحية التانية بحيث ان احنا كده نضمن ان ما فيش حاجة هطوع من الشيش وطوع تحت على الفحم ويبقى الموضوع عندنا زي بتاعت الفحم بالزبط ودي طريقة التسوية اللي هنعملها في الفرن هنجيب 3-4 فحمات وهنولحهم على نار العين البتجاز من فوق لما يشتعلوا خالص هناخدهم نحطهم فرضية الصانية ونحط الكباب عليهم بحيث ان هما لما يخش الفرن هينزلوا كل الدهون اللي عليهم وهيدخن وهيبقى ايه اكدنا شويين على الفحم بالزبط هنشغل الفرن على قاعدة درجة خالص من فوق ومن تحت هندخلهم هياخدوا حوالي 10 دقايق في الرف اللي في النص وبعد كده هنشغل الشواية هنخليهم ياخدوا وش من فوق وبعد ما يحمروا هنقلبهم هياخدوا وش من تحت يبقى كده استوى معانا ومش يحتاج يقعد في الفرن اكتر من كده هنقطع بقى شوية بصل علشان نطلع برا الفحم نشويهم برا والطماطم الطماطم بنحطها في سخين اتنين علشان لما بنحطها في سيخ واحد بيعودوا يلفوا حوالي النفسهم كده ويلعبوا ايه مرجيح فاحنا لما بنحطهم اتنين مع بعض كده بنضمن ان هم مش هيعملنا من السيخ وده شوية الشطة اللي عندنا احمر واخدر الالوان اللي انتو تحبوها اشوها اللي بيحب سبيسي ويطلع يلا بينا على الفحم برا ودول الحبة اللي هنشويهم على الفحم حبيت اوراه لكم علشان اوريكم ان هي موقعتش مني من السيخ خالص اللي بتحمر معايا بقلبه وزي الفل وهنشوي جنبها البصل والطماطم والفلفل ويا سلام بقى على اول شيش بيطلع احط بقى في الغيف العيش بتاع اللي انا عمناه في البيت بالمناسبة اللي عايز طريقة العيش اللي عام شبه الرواء ده اكتب لي في الكومنتات عشان اعمله لكم طعمه جميل قوي وطعمه طحفة وده الكفتة طلعت معانا زي الفل شايفين مفرغة ازاي من جوه وطرية جدا وجوسي ومليانة يعني مش قادرة بصراحة وصفها لانها طعمها بجد طحفة طحفة لازم تجربوها بالطرقة دي وقولولي ايه رأيكم واحلى بقى سندويتشي كفتة لسه طالع منها على الفحم عملت شوية صلطة واحطيت عليها الصوس بتاع الطحينة اللي احنا لسه عاملينه من شوية وبرضه عملت شوية بابا غنوج اللي بيحب بابا غنوج جنب الحاجات المشويات دي وانحطها بقى في العيش بتاع الرؤقاء ده ويومي ودي الكفتة اللي احنا سويناها في الفرن وبرضه بتعم الفحم ورحت الفحم اه احنا ما عندناش في الفحم يوم مرحميني طلعت طحفة في منتهى الجمال زي ما انت شايفينها بتلمع وكلها صوس وجوسي جدا شايفين عاملة ازاي طبعا نسبة الدهن اللي فيها مخلياها طرية وكل الدهن نزل على الفحم وطلع ريحة كده وخليها طعمها اكلناها مشوية على الفحم بتاع بره بالظبط ومنفوشة وطعمها جميل جدا وطبعا كلنا عارفين الخبز الفينو او العيش الفينو اللي انا عملته لكم في الحلقة اللي قبل كده فاكرينو اللي ما شافوش هسيب لكم اللينك بسندوق الوصف عملت منه برضو سندوتشات بالمنظر ده طحفة جدا بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم اللي عجب الفيديو ما ينساش يكتب لي رأيه في الكومنتات ويريد تشاركوني قراءكم وتقولولي بتعمل الكفتة بتاعتكم ازاي علشان نتبادل القراء شكرا لكم جدا للمشاهدة وضمتم في امان الله والسلام عليكم